زوم جعنا نمشي لنيوزيلندا في جنوب المحيط الهيدي بلاد وصلوا لها المستكشفين والمستوطنين بكرياسر في القرن 17 لكنها بدأوا يستوطنوا فيها في القرن 19 السكن الأصلين هما الموغي واللي موجودين التودة يعطينا نحكي لكم عليهم بأكثر تفاصيل من بعد الموغي خالطوا للجزيرة في القرن 13 وكونوا فيها مجتمع عنده لغته وتنظيمه ونشاطه الاقتصادي من صيد إلى فلحة لكن النموذج الاقتصادي نيوزيلندي اللي نعرفوه اليوم نجمه نقوله اللي بدايته كانت في القرن 19 ومن نموذج يرتكز على الزراعة بالأساس إلى نموذج اقتصادي متنوع لبغال أي أما غالبا يقال عنه أنه ما هوش موديل يتبع إديولوجيا معينة إنما كما أمبولين موديل كل تخلق في ظروف معينة اقتصادية خاصة المستوطنين البريطانيين كيف وصلوا للجزيرة اتخذوا كناشاط اقتصادي بالأساس الفلاحة وتربيت الماشية ومزيد الانتاجات المنجمية من ذهب وفحم والليومرة والفلاحة تقعد من أهم مكونات الاقتصاد والصادرات خاصة نيوزيلندا تصدر برشا اللحم والحليب ومشتقاته في الروفو فرانسيز دوليستوار ديكونامي ولا ديستوار ايكوناميك كيف يحكيوا على نيوزيلندا شون يقولوا بما انها تعرضت الأزمة في السبعينات والثمانينات ايضا اعطت استقلالية البنك هالمركزي وحرية اتخاذ القرارات في تحديد نسب الفائدة لتود انتغي يعني ريزيف بانك تلتزم بالشفافية وتنشر تقارير بيريوديك تفسر فيها توهجوهاتها ماتا موشكيك ام سيبة لتود شانج فلوتان باش نجم تعادل قيمة عملتها برشا اللويونة باش تتأقل مع الظروف والتغيرات الاقتصادية والتضخم وتحدد اتجاهاتها ونسب الفيدة متاحة خاصة المؤسسات العمومية ورفع الدعم عن الفلاحة سوق مالية حرة والحد من تدخل لحكومة والدولة اقتصاد متنوع وغني فيها السياحة كركيزة زادة منها ركائز الاساسية توصل ال 4.5 مليون سيح في العام التكنولوجيا لخدمات المالية البحث العلمي والتجارة العالمية البحث العلمي مهم جدا للتجديد والتكنولوجيا خاصة بالنسبة لبلاد هي جزيرة دونك عاشت عزلة نوعا ما وكانت صاديراتها ماشية أساسا لبريطانيا اللي تخلت عليها في السبعينات وقت اللي دخلت للمجتمع أوروبي الكميونيوتي أوروبيين أيضا الثورة صناعية وصلت لها مخر بما أنه مجتمعها محافظوا ما قبلش هالتغيرات اللي طرأت على بيقي العالم في القرن السعوداش دونك عملت نيوزيلاندا على روحها لنوصلت لاستقرار اقتصادي اليوم نحكيه على بيبي بغابيطان قيمة 48,149 دولار من أعلى لبيبي في العالم ذوريك لسمة متاحة 22 هذا الكل جميل أما الشمس ماهيش مشرقة على الناس الكل في نيوزيلاندا على خطر 1% من الان نيوزيلانديين عندهم يمتلكوا 26.9% من المداخل الوطنية و50% من الطبقة الأفقر عندهم قد الـ 1% تقريبا 29.36% من المداخل الوطنية 12.5% من الأطفال يعيشوا تحت خط الفقر غليء المعيشة وتوريد الموارد الأساسية خاطرنا نرجع نقول جزيرة دونك فهما برش حاجة تجيبها من اللقارات الأخرى يخلق نوع من التبعية ويخليها ديبنداند الفلاحة اللي هي متطورة وتقعد ركيزة أساسية عندها انعكاس على البيئة الاعتراف بالموغي السكين الأصليين كهوئية قائمة الزيت تتسمى جديدة دونك عام 1993 وتزيد عددهم في البرلمين لكن الفقر والشماج والوصول للصحة العمومية يقعد صعيب عندهم الفقر والشماج مرتفعين واللاكسي على سنتي والتعليم يقعد عندهم هما بالذيت صعيب هما اللي تسلبت منهم أراضيهم في القرن 19 بغطاء تشريعي يعني كأي نظام عنده إيجابيته نظام ليبرالي ديما عنده سلبيته ترجمة نانسي قنقر